السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech4U معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة جاي أتكلم عن التحديثات الجديدة لنظام تشغيل Windows 11 Windows 11 في أبديتس جديدة والأبديتس دي كلها بتعتمد على الذكاء الاصطناعي يعني التحديثات الجديدة بتوتيح استخدام بعض مميزات الذكاء الاصطناعي علشان تخلي تجربة الاستخدام أسهل داخل نظام التشغيل حنشوف مع بعض الأول إيه هو الإصدار نوع الإصدار الخاص بنظام تشغيل Windows اللي بيكون فيه التحديثات اللي جايين نتكلم عنها النهاردة لو رحت لي السرش بوكس وكتبت سيتنج ودخلت على السيتنج بتاعي لو رحت على الجزء المتعلق بالWindows Update بالمنظر ده كده ورحت للUpdate History علشان أشوف إيه آخر إصدار خاص بالWindows بتاعي أو الفيرجن الخاص بالWindows بتاعي طبعا هو Already Windows 11 لكن إيه هو الإصدار بتاعه لو رحت تدست على الHistory حبص يلاقي إن آخر حاجة دلوقتي حاليا installed أو نزلة عندي على الجهاز ودي اللي جاي أكلمكم عنها اللي فيها الفيتشورز اللي أنا جاي أتكلم عنها وهي Version 23H2 Windows 11 Version 23H2 وده اللي حيمكنني إن أنا أشوف ممكن الإصدار ده يعمل لي إيه ممكن أقول see what's new لو أنت عايز تبص كده على tips اللي ممكن يقدمها لك الWindows من خلال هذا الإصدار تقدر تإكسبلور الأبديتس دي ممكن تعمل إيه أو إيه الجديد فيها الجزء المتعلق بالكوبايلوت هنشوفه مع بعض النهاردة الفوتو أديتور الفوتو ممكن أعمل إيه على الفوتو من خلال الفوتو أديتور بتاعي ويه حاجات تانية كتير حاجة لها علاقة بـ Live Captions دي مميزة جداً في حاجات لها علاقة بالـ Password ولكن أنا جاية النهاردة أركز على حاجات مميزة جداً أو ممكن تكون مش كلها ولكن أهم الحاجات الموجودة عندي واللي ممكن تختم ناس كتير أهم حاجة لازم تكون متأكد علشان اللي هنتكلم عنه النهاردة ده يكون موجودة عندك إن أنت يكون عندك Windows 11 Version 23H2 في العادي من المفترض أن أنت أول ما هتعمل تشيك فور أبديت سيبتدي يعمل أبديت لـ Windows 11 بتاعك لحد ما هيوصل لآخر إصدار وبعد كده هيطلب منك حاجة اسمها إنستول هتدوس على إنستول وتدي له فرصة ينزل كل التحديثات الجديدة عندك على نظام التشغيل بعد كده هيطلب منك إن أنت تعمل ريستارت أنا قل ريدي علشان عاملة الأبديت سيدي فما درتش إن أنا أعمل معاكم الخطوة دي عملية لكن الموضوع سهل جدا بتروح تعمل تشيك فور أبديت وتبتدي تنزل الأبديت بتاعتك تعمل لها إنستول وتعمل ريستارت دي الجهاز بتاعك ونبتدي بقى مع بعض نشوف الجديد في التحديثات الجديدة لـ Windows 11 للإصدار اللي جايين نتكلم عنه النهاردة إيه هو الإصدار ده؟ الإصدار دوت هو version 23H2 يلا بينا مع بعض نشوف أول حاجة حتلاقيها موجودة عندك من خلال هذا الإصدار عن طريق شرط كات بسيط جدا باستخدام Win Key أو Window Key والـ C اللي هو الـ C Key مع بعض أول ما حتدوس على الاثنين مع بعض حيبتدي يديك كده زي ما إحنا شايفين ده الجزء المتعلق بـ Co-Pilot Assistant أو المساعد بتاع Co-Pilot هنا أنت بتطلب منه أي حاجة وهو يدئي لك طبعا وهي وهو already supported with bank chat كل اللي عليك إن انت تدوس على الـ Windows Key اللي هو الـ Key اللي على الكيبورد عليه علامة الـ Windows والـ C Key اللي اتنين في نفس الوقت هيديك الـ Co-Pilot Assistant تطلب منه أي حاجة أنت عايزها هنا بيقولك إنه في المور بلانسد وإحنا تكلمنا عن بنجي من قبل فيه 3-3 modes مور كرياتيف مور بلانسد مور كريسايز يديك الحاجة بالضبط بلانسد متوازن الحاجة اللي انت عايزها بتكون مور كرياتيفتي وهنا بيقولك الـ Co-Pilot ممكن يعمل إيه؟ ممكن يكتب شورت إسي يانالايز حاجة يعمل أناليسز هنا change my background image هنا المقصود بيها تغيير الـ background image اللي هي الصورة اللي أنا حطوها هناك في الـ background بتاع الديسكتوب أنا مش عايزة الكلام ده ممكن هنا بمنتهى البساطة أقول له مثلاً create an image for sunshine on sea شاطئ البحر بالمنظر ده يديني صورة لشروق مثلاً الشمس على شاطئ البحر هنا هيستخدم دال إي اللي موجود في البنج بقى من غير ما خش على دال إي وعمل لي الكلام ده Microsoft designer علشان يعمل لي الـ image بتاعتي directly مباشرةً على المساعد هنشوف مع بعض دلوقتي زي ما إحنا شايفين عطوني صور أربع صور لابقى معمولة بـ image creator from designer معمولة بالـ designer يعني لو رحتنا هنا هيودين Microsoft designer لو أنا عايزة أعمل customization للصورة عايزة أحطها في template عايزة أعمل لها download عايزة أعمل لها save عايزة أعمل لها share وهنا أعطيني varieties أخطار الصورة اللي أنا عايزها quality بتاعت الصورة جيدة جداً انت قلت له create الصورة عمل لك create ليها وممكن كمان تعمل لها customization وإحنا شرحنا الموضوع بتاع جزء متعلق Microsoft bing image creator واتكلمنا عنه من قبل بشرح مصطفيل هبتزي إن أنا أشوف بعد كده إيه تاني موجود لو أنا رحت هنا كتبت بينت بينت حقيقةً عندي في جزء ظهر في التحديث وجزء ما ظهرش وهو أحدث حاجة هو layers أو الطبقات يعني لو أنت عندك صورة مثلاً bng من غير خلفية أو عايز تضفلها خلفية مثلاً أنا ممكن أقول file وopen بالمنظر ده كده وأبتزي إن أنا أختار صورة bng دي صورة من غير خلفية هقفل الجزء ده هنا في حاجة اسمها layers لو دست عليها حقدر أضيف layer تانية مثلاً عايز ألون مثلاً أعمل خلفية لها لون بالحالة دي حقف على الخلفية بالمنظر ده وأبتزي إن أنا أروح مثلاً أنا هو أعمل بس إيه هروح كده يعني هروح هبتزي إن أنا هروح على الخلفية دي بالمنظر ده كده وأبتزي أروح للبراش مثلاً paint جزء بتاع paint ويديها لون مثلاً وليكن اللون ده كده بالمنظر ده كده وأظهر الاتنين هطلع بس إيه صورة العربية فوق بالمنظر ده وأبتزي أعمل file وsave as وتبقى صورة لها خلفية وعلى فكرة أنا كده حولتها الجي بي جي صورة لها خلفية وعلى فكرة المفروض إن يظهر عندي هنا يعني لسه ما ظهرش عندي يبقى فيه button تاني بيأهلني إن أنا أعمل بالذكاء الاصطناعي خلفيات ولما يظهر إن شاء الله هتكلم عنه في وقت تاني فيه برضو من ضمن الأفديت الحلوة جدا الجزء المتعلق بالسنابينج وهي موجودة حتى من قبل التحديث ده ولكن كان لازم نتناولها وهي الجزء المتعلق إن أنا كإني كده أبعد لحد مثلا فيديو بسجل فيه جزء بشرح فيه يعني أنا مثلا نفترض إن أنا عايزة أشرح حاجة فابتدي أقول لي نيو أفتح الاسنيبينج تول أبتدي أحدد الجزء إذا عايزة أشرح فيه حاجة مثلا هنا وابتدي إن أنا أعمل المايكروفون أهو المايكروفون بتاعي ابتدي إن أنا أشيل الميوت بتاعه خالص ما خلوهش ميوت وأعمل ستارت وابتدي إن أنا أسجل ثري تو وان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وابتدي إن أنا أشرح الحاجة اللي أنا عايزة أشرحها في الجزء اللي أنا عملتله سيليكشن وبعد كده أدوس كده على الزر بتاع الريكورد عشان أوقفه أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا فيكم مودي وممكن أروح أعمل ادت للفيديو في كليب شامب لو أنا أحب أو أعمله سيف وأبعده ده بالنسبة لي سنيبينج تول أداء أخرى مميزة جدا موجودة عندي في السيتنج ما هذه الأداء أروح أفتح السيتنج عندي حاجة اسمها live captions والlive captions بيتيح إن الأوديو والفيديو يحط عليه captions هل بتدعم اللغة العربية الفيديوهات اللغة العربية لا بتدعم الفيديوهات اللغة الإنجليزية اللغة الأسبانية اللغة اليابانية اللغة الفرنسية البرتغالية لكن للأسف اللغة الإنجليزية وعايز يقرأ الكلام اللي هو بيقوله في الحالة دي مثلا ممكن أن أنا أفعل خاصية live captions وممكن أن أعمل لها turn on باستخدام windows key ممكن أن أنا أستخدم الشرط اللي هو windows key plus control plus l إزاي الكلام ده هافترض أن أنا على سبيل المثال أهو هروح أفتح عندي مثلا video أو أروح لليوتيوب على فكرة مش شرط أن أنا بفتح من عندي على الجهز وحسن الشخص بيتكلم بسرعة أو أنا مش قادرة أفهم الكلام اللي هو بيقوله بالضبط إيه عايزة يعني أعرف الكلام ده بالإنجليز اللي هو بيقوله يبقى قصادي كده موجود في الحالة دي هدوس على short cut هبتجي هدوس على short cut بتاعي windows key control l زي ما احنا شايفين كل الف الفيديو هيظهر عندي فوق زي ما احنا شايفين بالمنظر ده فده حيساعدك انت تفهم الشخص بيقول إيه لو هو بيكلم بسرعة أو انت حاب بين الكلام يكون قدامك captions بالمنظر ده أو live captions ولسه مش بيدعم لغة العربية ونتمنى انه يدعم قريبا جدا دي كانت أهم الحاجات لانا كنت عايزة أتكلم عنها فيه بس حاجة أخيرة ودي موجودة في الفوتو لو انا رحت كده فتحت اي فوتو عندي هنا عندي حاجة اسمها edit لو دوست على edit image هقدر ان انا اعمل استخدم الأدوات اللي قدامي دي اعمل crop للصورة اقدر ان انا روح اعمل edit brightness واexposure و contrast وده كان موجود من قبل اهم حاجة اللي جاي تكلم عنها النهارده والموجودة في الفيرجن الحديث وهو player ان انا اعمل player اهو للخلفية فمتفيد قوي الناس اللي بتبقى مش عايزة الخلفية تبقى بينه اعمل عليها غيامة كده ده بزود انتنستي بتاعت البلير و اعمل apply ممكن اعمل add new blur و ازوده اكتر و اعمل apply وهكذا بفضل اعمل blur للخلفية و بيظهر عندي فقط هو focus على العناصر الاساسية هنا ال ai قدر ان هو ي detect ان القطة والولد هم الصغير هم العناصر الاساسية بعد كده بعمل save للصورة بتاعتي دي من الحاجات المميزة جدا واللي عجباني اوي منوضوع blur وده كان موجود في comeback و كنت اتكلمت عنه من قبل وبعض البرامج التانية اللي بتقدمي الحل ده ولكن اصبح موجود بشكل مجاني في windows element version الجديد اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة دي الحاجات المهمة اللي كنت حابة اكلمها اتكلمت عن ال snapping tool اتكلمت عن البلير في الفوتو اتكلمت عن الجزء ايضا المتعلق بـ live captions ودي مهمة جدا جدا قلنا ال layers الموجودة في البنت وايضا ال copilot assistant المساعد اللي بيخليني اكتب الساي او اقدر ان انا اعمل صورة بسرعة كل ده بي اكسس على الادوات بتاعة ال ai اللي موجودة او متعلقة بمايكروسوفت زي ما احنا شايفين وبيساعدني ان هو يديني نتائج اسهل وبشكل سريع وافضل زي ما قلتلكم دي بالنسبة لاهم ال update اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى واتمنى ان يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم زي ما قلتلكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا الجرس وكنتوا بتشوفونا الاول مرة وتبصوا نظرة سريعة على القناة ان شاء الله تستفيدوا بالمحتوى اللي موجود فيها ولو كنت من متابعيني الاعزاء متنساش ال like وال share وال comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا